أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اهتمام الدولة بالتوسع في مشروعات التنمية الزراعية التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي إلى جانب ارتباطها بعدد من الأنشطة الانتاجية لما يدعم قطعة الصناعة والتصدير جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لحصر وتصنيف التربة بالمناطق المستهدفة لتنفيذ مشروعات التنمية الزراعية حيث تم استعراض نتائج الدراسات الاستكشافية بالمناطق المستهدف التأكد من صلاحية التربة بها كما تم استعراض نتائج الدراسات بشأن توفر المياه الجوفية بتلك المناطق